السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غدوة إن شاء الله الرطور البرتية المبينة التارجي والوديد في تونس وحبيت معنا نرجع على كالك بوائن خاصة الجمهور المغربي اللي بشاهبت اليوم وفي الليل وقال له غدوة في تونس على البرتية في الكورة رأى تصير مشاكل معناها ما غير ما نكتب على بعضنا كسوسوها في تونس وو في المغرب أنا رأى في الفيديو متاع الفيتا قلت اللي انتم وفتحوا فرحتوا بنا برشا صحيح فرحتوا بنا برشا أنا رأى علاقتي بالمغرب ما يشمل برح علاقتي من مغرب عمرها فوق الـ 15 سنة عندي برشا صحابي مغربة قرأ معي ثم صحابي مغربة جاءوا معي لتونس قبل كونتتودون عام 2009 كمشيت أنا بيدي للمغرب مشيت الكازع هذا هو المريول اللي اخذيته فرشوا او المريول اللي اخذيته هذا المريول اللي اخذيته عام 2009 عشر سنين التالي معناها علاقتي بالمغرب ما يشمل برح وكي قلت رأى فرحتوا بنا السيفرية ركم فرحتوا بنا وحاتيتون في غروسك مشيت الفيس المكنيسم مولا يعقوب مشيت الإفرين مشيت الرباط مشيت الكازع وانما مشيت تبرك الله فرحتوا بنا وانما مشيت معناها لقيتكم هكا ناس باهين ومحترمين تبقينا رأى في الكورة عمرك ما تنجم تنحي الريسك 100% لثم جمهور معناها ما عجبوش الريزولتات ولا ثم جمهور معناها يحب يتبلى معناها لا علاقة لها بالكورة تحب تبركة تحب تخطف تحب تنهب وتحب تسرق أول غلطة ما تعملوها هو أن تقوم بإمكانك تقوم بإمكانك ما يعني تقوم بإمكانك بلاسة مثلا بلاسة بعيدة على تونس العاصمة وخاصة خاصة هذه مبارسة لا تأتيهم للرأس اللي هي ابعدوا على البلايس اللي فيهم بياج لماذا تبعد بياجا؟ كما حالت تظهر لتونسة في المغرب نفس الشيء تتخلص دم قلبك وفي الأخرى يأتيهم يهزق طول من المطار لستاد ويأتيك مستاد الكازا ديركتورم ما حالت تنهب؟ في البياج تبعها لا تحب الحمام لا تحب الحمام لا تحب الحمام كما قلت لكم لديها حتى علاقة بالكورة موجودة جمعي لكي تبراكي الناس نحن نفس الشيء حاولوا أن تبتوا في الحمامات ولا في السوسة ليس خطر البعثة أن تتبتوا في الحمامات ربما بين الحمامات و تونس و البياج رأوا معناها في البياج ينجموا وعرضوا لكم عبادية خطفوكم و يسرقوكم و يصير لكم مشاكل رأوا البيهة و الخائب في كل بلاس أنا متأكد أن يبرشم منكم بشي بيتوا عند تونس بشي فتروا عند تونس و تونس بشي يحطوهم فوق راسك ولذلك ابعدوا عن البلايس قاولوا بعد البارتية تبتوا في تونس العاصم رادس و الزهرة هؤلاء في كل بحذة استاد إذا كانت تبتوا عند تبتوا في تونس لا تبتوا عند تبتوا في تونس العاصم في الظواحي المرثة قمرت حمام لمف المهم لا تخرجوا على البياج كما قلت لكم ثاني حاجة رأوا 90% من المشاكل التي تصير في الاستاد ما كان المفرخ الصغار نحن نقول البراهش معنا أن تلقاه في امتني ناس 15-16-17 سنة بدون الناس أعرف فكل أمتني مجموعة من البلاد صغير إذا كنتم قابلوا في تونس العاصم فاوق ازددهم لا تخطر انك كبيرو والسهولة لا ت حفصلا حتى تغلقوا عن كل مجموعة تتشكير من البلاد بلعكس لا تخاف من العباد عمرهم 30-45-40 سنة ما بمخاطن البيان بمخاطن البيان هؤلاء حاولوا ديما بيش تخرجوا انجروب مجموعات تبدأ معناها لابس ماريول الويداد وهذا علام الويداد وانتي ماشي في حومة زنقة ما فيهش حتى الضوء هذا هو معناها بالنسبة للعبادة اللي قالوا معناها شبيك هاو كثرت معناها من المديحة متاع المغاربة راهوا كم قلت لكم علاقته بالمغرب ما هيش من البرح وعلاقته بالمغرب بيننا نحن ما هيش من البرح ومزلنا باش نحضر على بارتيات الرجاع والويداد بلايش حساب مع ايكي بيت تونس متأكناها مياشي مانيها بشتوفها العلاقة مانيها بعد البرتية هذية ولذلك نقرأوا الخير في الناس ويقرأوا فينا الخير ونخموا البعيد واضح هذا هو ما حبيت نقول يبقى ان شاء الله غدوا مربوحة للترجي بتبيع وراءو في الاخر بشيربح واحد باركة مانوش شيربح وزوزي كي بيت وتبيع كتونسي نحب كان الترجي تربح ان شاء الله مانيها تتعدى بارتي في روح رياضية ومغاربة وثوانسي يقودوا حبيبيت وراءو افي مانيش حكيت بارتيكوه لايبس بعدنا البعض اشتركوا في القناة